هذا وقد أدى الألاف من أبناء محافظة شمال سيناء صلاة العيد في المساجد التي خصصتها مدرية الأوقاف وذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وعقب الصلاة التقى محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة بالمواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك مؤكدا استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد كان المحافظ قد استقبل المشايخ والعواقل والقيادات وأهل المحافظة للتهنئة بالعيد كما استقبل وفدا كنسيا برئاسة الأنبا غبريال نائب أسقف سيناء الشمالية للتهنئة بعيد الفطر المبارك في تعليمات طلعت من المحافظة لجميع الجهات المختلفة سواء الجهات الخدمية للكهرباء والماء وخلافه أو جهات تنفيذية أو متابعة الموقف على الطبيعة صدرت التعليمات دي والسادة رؤساء المدن خدوا خبر بيها والمركز الرئيسي مفتوح في المحافظة وأي بلغات عن أي حاجة بنتعامل معها فورا احنا دايما على تواصل باستمرار ودايما بنقول أن عمرنا ما هنقدر حد يخش في وسطين طول ما احنا على قلب رجل واحد زيما فخامة الرئيس دايما بيقول واحنا ان شاء الله على عهدنا دايما من الحب والود والتراحم في الأيام الجميلة دي نتمنى المصر والشمال سينا بالأخص كل عمار وكل خير وكل سلام ودايما الأعياد والأفراح ودايما ملتقين على الحب ترجمة نانسي قنقر